بدأ سكان حلب سوريا في العودة إلى المدينة رغم وجود بعض الصعوبات وطلب المدنيون بسرعة إعادة الكهرباء والمياه والخدمات العامة إلى طبيعتها كي يتسنى لمن نزحوا أن يعودوا إلى ديارهم نتابع هنا في حلب تلك المدينة المكلومة التي أصبح ركامها وحطامها أكثر من عدد سكانها لا تزال تشهد أحلك أيامها عودة بطيئة للحياة ترسمها حركة أهالي حلب الذين عادوا من أجل استعادة ما سلبته الحرب منهم وبقدر الألم الذي واكب الخروج منها كانت العودة إلى المدينة وقراها لا تقل ألم حيث وجد الأهالي منازلهم مدمرة والخدمات الأساسية غير موجودة وأصبحوا يعيشون فقط على المعونات الإنسانية أصابع تلك السيدة تحمل جروحا خفيفة بسبب غسل الملابس في مياه شديدة البرودة وتعيش هي وعائلتها في طقس سيء لا كهرباء ولا مياه نظيفة إنهم بعض من عشرات الآلاف من سكان حلب الذين فضلوا العودة لأحيائهم التي تحولت إلى حطام على أن يحيوا غرباء كنازحين التدفئة بالحطة بعم نجيب حطة ومن الدفة ومعونات عمال بيجيونا بالحمد لله رب العالمين خبز كل يوم بيجينا ربطة ومعنا مشي حالنا يعي بتمنى يكون يعني أحوالنا أحسن من هيك وإن شاء الله بإذن الله تعالى رب العالمين بكيك بنصرنا على هالأرهابيين وترجع البلد مثل أول إن شاء الله وأحسن ولا يتردد السكان للوصول إلى وجهتهم في القفز بين الحفر أو تسلق السواتر الترابية في حين تعمل الجرافات والآليات بشكل متواصل على رفع ركام وفتح الطرق خصوصا عند نقاط الالتماس السابقة بين الأحياء الغربية والشرقية أول قزيفة بداية الأحداث ضربت عنا هنا في المقابرة ومن على أسر العالم الناس وكلتها خافت لأنها أول مرة ما بتعرف العالم كلتها تلت تربعة طلعت ونحن بعد كم نهار كمان طلعنا ضلينا حوالي شهرين ورجعنا نحن لهوني بركة هوني واستقررت أنا لحد الآن وتعودنا على هالشي هذا لم تجلب الحرب الأهلية السورية الخرابة على البلاد وحسب بل مزقت نسيجها المجتمعي فأثارت انقسامات بين من يدعمون أطرافا مختلفة في الصراع وفرقت بين العائلات وأفسدت حياة الملايين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر